الدار بودكاست تمرد هذا العدد الكبير من العناصر الذين يفترض أنهم ينثمون إلى مؤسسة عسكرية يحكمها ضباط ونظام وتديرها تحت قيادة عسكرية موحدة يؤكد أن الغليان الذي تشهده المخيمات ليس مجرد حالة معذولة لبعض الغضبين الذين يأسوا من الأوهام الزائرية بل يتعلق الأمر بأزمة حقيقية يعيشها هذا التنظيم ولعل مظاهر هذه الأزمة بعد مرور عقودة طويلة على تأسيس هذه المنظمة الانفصالية في سياق الحرب الباردة تتخاثر في أربعة أوجه أساسية هناك أولا أزمة إليولوجية ومرجعية واضحة لقد انهارت الاطروحة الماركسية التي قام على أساسها هذا التنظيم ولم يعل لها أي قوة أو تأثير سياسي إلا في بعض الأنظمة السياسية المغلقة والمعدودة على رؤوس الأصابع مثل كوريا الشمالية وكوبا لقد كانت هذه المرجعية الشيوعية اليسارية تبرر ثعبئة المقاتلين وتجنيد الشباب وتعطيهم على الأقل وهما سياسيا يتشبثون به ويحاولون من خلاله تبرير انخراطهم في هذا التنظيم ورغبتهم في حمل السلاح واليوم تعد جبهة البوليزاريو مجرد تنظيم موروث عن حقبة إيديولوجية خلث الوجه الثاني لأزمة تنظيم البوليزاريو هي أزمة الأجياء أو بعبارة أذق أزمة الفجوة بين الجيل المؤسسي للوهم والجيل الذي ثمت تنشئته على هذا الوهم لقد طلق الجيل الشاف في المخيمات وطروحة الدولة الوهمية باعتبارها عقيدة وطنية مزعومة وكان يتعرض لغسيل دماغ السياسي والإيديولوجي على أساس أنه يدافع عن فكرة قابلة للتحقق وقريبة من الواقع لكن كلما طال زمن الوهم تراجع وهج الفكرة وقوثها وأبما أن تنظيم البوليزاريو لم يستطع تشميل قيادته وظلت مواقع المسؤولية فيه مجرد مناصب للريع الذي يجنيه جيل إبراهيم غالي فمن المؤكد أن الفجوة جالت اتساعاً ولم يعد لهذا التنظيم أي قدرة لليوم على إقناع لجيل الشاب من المحتجزين بهذا الوهم المصطنع ولسيما في زمن مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجي الاتصال هذه الأزمة المرتبطة بالأجيال متفرعة عن أزمة أخرى لثقل خطورة تنخرج هذا التنظيم إنها حقيقة غياب القواعد الاجتماعية التي تمثل أساس بناء الدولة والصورة للحكومات والقيادات أبناء الصحراء المغربية مستقرون في مناطقهم الأصلية بالأقاليم الجنوبية وإنعمون فيها بثمار السنمية والتطوير التي حولت مدن الصحراء المغربية إلى النماذج تحتدى في هذا المجال هذه القواعد التي كانت تعاون جبهة البوليزاريو على تعبئتها غير مقتنعة بساساً بالوهم الانفصالي وهي متشبيثة إلى أبعد مدن بالحقيقة الوحدوية والانتماء الصادق والأزري إلى المملكة القواعد الاجتماعية التي يمتلكها تنظيم البوليزاريو قائمة على جماعة من المرتزقة القادمين من بلدان الجوار وبعض المحتجزين الذين فرض عليهم طوق أمني مشدد من السلطات الجزائرية وللجزائر أيضاً علاقة مباشرة بالوجه الرابع لهذه الأزمة التي تجهز على هذا التنظيم إنها أزمة العج عن تحقيق حد أدنى من الاستقلالية عن القرار الأمني الجزائري لقد كان بالإمكان أن يتحول هذا التنظيم إلى شريك في المفاوضات التي أطلقتها الأمم المتحدة في منهاشن في ضحية نيويورك لسنة 2007 ويقتنم فوائد ومزايا مبادرة التفاوض حول الحكم الداتي التي تقدم بها المغرب لكن الارتباط العضوية بالمخابرات والعسكر في الجزائر لم تسمح لهذا التنظيم بالانسلاخ وبناء أفق سياسي جديد ومساير لتحولات الدولية والإقليمية إبراهيم غالي ورفقه يدركون أن الاستقلال وتأسيس الدولة الصحراوية المزعومة أصبح بتأكيد وهماً وصراباً لا شك فيه وهم أكثر من يعرف أن الصحراء لا يمكن أبداً أن تخرج عن دائرة السيادة المغربية انتلاقاً من المعطيات الواقعية والثاريخية والديمغرافية والسياسية والثقافية ما تشهده الجمهة الانفصارية إذن من انشقاقات وصراعات وتمردات داخلية ليس سوى عكاساً لهذه الأزمة الرباعية التي ستفضل محالة إلى انفجار كلي وإعلان موت هذه الأسطورة